تشنت قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية المرحلة الثانية من مشروع السياج الأمني الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة مرتدي البحر وحماية المياه الإقليمية من عمليات التهريب وتتضمن المرحلة الثانية عمليتي تسجيل البحارة وتثبيت جهاز التعرف الآلية الخاص بهم الزميل بسامة لبدوي شهد انطلاقة المرحلة الثانية من مرفع المحرق وأعاد بالتقرير التالي أكثر من سبعة آلاف مركب صيد بانتظار تسلم جهاز التعرف الآلي الخاص بهم من قيادة خفر السواحل بعد أن بدأ بالفعل الفريق الفني باستقبال البحارة لتثبيت الجهاز على المراكب عمليتها التسجيل والتثبيت تأتيان ضمن المرحلة الثانية لمنظومة السياج الأمني بعد أن تم تدريب وتأهيل منسوبي القيادة للعمل ضمن هذه المنظومة حاليا نحن بداية هذه الأسبوع بدأنا عملياً بدأنا في المرحلة الثانية من المشروع وهي تركيب الأجهزة على شريحة الصيادين المحترفين شريحة منتقى عساس أن نركب عليها هذه الأجهزة ونسوي عليها الاختبارات اللازمة ونتأكد أن الأجهزة عملياتياً وفنياً تأدي الغرض المطلوب منها نظام التعرف الآلي هو عبارة عن أجهزة يتم تركيبها وبرمجتها خصيصاً للسفن المسجلة لدى خفر السواحل ليتم ربط معلومات كل سفينة بقاعدة البيانات الخاصة بقيادة خفر السواحل يرسل حزم من معلومات تبين موقع الزورق وتبين اتجاهها وتبين المعلومات الملاك واللي موجودين على الزورق نفسه جهاز التعرف الآلي يساعد خفر السواحل على توفير المعلومات الخاصة بالسفن ويساعد في عملية حفظ الأمن البحري ولعل ما يميز هذا المشروع هو أنه يحمل تطبيقاً في جهاز ذكي خاص يحمله العاملون على المشروع لتسهيل مهمتهم في تسجيل البحارة والتعرف عليهم ولقي النظام استحسان البحارة كونه يوفر مزيداً من الأمن لهم ولجميع مرتادي البحر حقيقة اللي أنا فهمت عنا بأن هذا الجهاز طبعاً له وسقنا لا شاك أنه في حالة عطل البانوش في أي مكان طبعاً فيه بعد إنقاذ الأرواح لأنه حياناً البانوش ثلاثة أيام أربع يام خمسة أيام ستة أيام مثلاً ما ندر عنه وبالتالي حتى التموين اللي في البانوش اللي موجود يعني يكفيهم الأربع يام خمسة أيام فطبعاً هذا فيه إنقاذ بعد كذاك الأرواح وإنقاذ بعد هذا المهنة حقيقة الفريق الفني للجهاز يعمل حالياً بمراكز خصصة للتركيب والصيانة في ثلاثة مرافئ رئيسة كخطوة أولية وسيتم تعميمها على مرافئ البحرين كافة إضافة إلى تشكيل فريق فني متحرك يساعد على تسريع وطيرة التثبيت بسام لبلوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر